ملاعب الفرع المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي زي ما نشايفين استاد القاهرة الدولي استاد النادي الآلي في هذه البطولة اللي شاهد بعض التغييرات والصيانة والتعديلات في تلات أماكن مصورة الإعلام المصورة الرئيسية الفي في آي بي والمصورة الأمامية الفي آي بي مع تعديل في بعض الأمور الهندسية في مداخل الاستاد عشان الإعلان عن الدوري الأفريقي ولأول مرة استاد القاهرة الدولي في هذه البطولة سيكون هناك تغطية بخصوص استخدام الانترنت في كل مدرجات الاستاد لأول مرة تقنية لأعلى مستوى 5G على أعلى مستوى في هذه البطولة طبقا للإمكانيات لطلبها أو لطلبتها الشركة الإيطالية في كل الملاعب مش استاد القاهرة الدولي فقط كمان مراكب محمد الخامس تم استثناءه خلال هذه البطولة لأن المفروض يدخل في أعمال السيانة عشان كلنا عارفين أن المغرب هتصاديف كاسي الأوم الإفريقية ولكن مراكب محمد الخامس مستثنى خلال هذه الفترة لاصطدافة مباريات الوداد ملعب رادس بحضور جماهيري مع الترجي بغض النظر عن عقوبات الاتحاد الإفريقية لأن العقوبات دي بتسري على دور الأبطال فقط كل الملاعب زي ما انت شايفين على الشاشة هي دي الملاعب اللي هتصاديف البطولة ما عدا ملعب لمومباتشي بشكل مؤقت لأن تم نقل مباراة مازينبي والترجي إلى دار السلام في تنزانيا اللي هتصاديف مباراة الأهلي وسنبا يوم الجمعة وبعدها بـ 48 ساعة يوم الأحد لقاء مازينبي والترجي يوم الأحد 22 أكتوبر دي الأمور المتعلقة بالملاعب التمن أندية والملاعب دي على فكرة ما تمش اختيارها كده بالصدفة على مدار السنة كاملة وأكتر من 5-6 زيارات للشركة الإيطالية مع الأندية المعنية مع الاتحادات الوطنية لمعاينة الملاعب وفي ملاعب تم سيانتها وتطويرها لمواجبة الحدث اللي هيصديف هذه البطولة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر عموماً دي تفاصيل متعلقة بالملاعب تب تعالوا بقى نشوف الليحة قواعد البطولة البطولة دي على فكرة فيها قواعد مختلفة شوية في بعض النقاط هتتطبع لأول مرة في السوبر ليج لأنها مش موجودة في دور الأبطال ولا في الكونفيدرالية البداية زي ما نشايفين وإحنا بنتكلم على نظام البطولة أولاً كل مباريات الدورة لإفريقيا تتلعب وفقاً لنظام خروج المغلوب على أساس مبارتين زهاباً وقياباً الأهل يوسمبا في تنزانيا ولقاء العودة في القاهرة في حال تساوي إجمالي عدد الأهداف المسجلة في نهاية الوقت الأصل للمباراة التانية يتأهل الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض يعني الأهل يوسمبا في تنزانيا واحد واحد الأهل يوسمبا في القاهرة سفر سفر الأهل يتأهل ليه؟ لأن الأهل يسجل هدف خارج الأرض طيب في الدور ربعي النهائي ونصف النهائي لو الفرقيتين يتعدل في مجموعة الأهداف وعدد الأهداف المسجلة في نهاية الوقت الأصلي للقاء الإياب يعني واحد واحد في تنزانيا واحد واحد في القاهرة هيتم اللجوء إلى رقلات الجزاء هيتم اللجوء لرقلات الجزاء والأمر ده على فكرة بيطبق في دور الأبطال عادي جدا تعالوا بقى للمفاجأة في نظام المسابقة المباراة النهائية الأهلي مثلاً هيلعب الوداد إذا تعادل الفريقان في إجمال عدد الأهداف وعدد الأهداف خارج القواعد في نهاية الوقت الأصلي لمباراة الثانية لو لقاء الإياب يتم لعب شوطين إضافيين extra time لأول مرة في إفريقيا في مصابقاته في حال تعادل مثلاً الأهلي والوداد في كازابلانكا واحد واحد ولقاء العودة في القاهرة واحد واحد وانتهى الوقت الأصلي الطبيعي لو بنلعب دوري أبطال إفريقيا على طن نروح لرقالات الجزائي الترجحي في الـ AFL لا هتلعب extra time ودي الأول مرة تحصل في القرى الإفريقية extra time على شوطين كل شوط مدته 15 دقيقة وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لرقالات الترجيح من منطقة الجزاء دي أمور متعلقة بقواعد المباراة طيب إقامة المباراة ومواعدها تقام جميع المباراة وفقاً لقوانين اللعبة السارية في فترة المنافسة على النحو اللي بينص عليه بالتأكيد الآيفاب مجلس الاتحاد الدولي وفي أي وجود تعارض في اللوايح النسخة الإنجليزية هي المرجعية في موضوع الآيفاب لكل فريق خلال المباراة الحق في استخدام خمس بودلاء كحد أقصر إحنا قلنا واتفقنا في حالات سابقة قلنا أن القايمة 30 لعب هيتم اختصارها في كل مباراة 23 11 أساسي و 12 على الدكة اللي 12 على الدكة ليك الحق أنك تغير منهم خمسة تنزل خمسة ولكن في ثلاث فرص لإجراء التبديلات كحد أقصر طبعا عندما يقوم كل الفريقين بإجراء تبديل في الوقت نفسه يعني الأهل هيعمل تغيير وسيمبا هيعمل تغيير هل ده بيعتبر إيقاف واحد؟ لا ده إيقاف بالنسبة للأهل وده إيقاف بالنسبة لسيمبا من ضمن التلات التوقفات عشان التبديلات طيب بالإضافة للحق كمان في إجراء تبديلات أثناء الاستراحة ما بين شوطي المباراة طب نكمل مع بعض قواعد كمان إقامة المباراة لو لجانا للوقت الإضافي بيحق لكل فريق أنه يستعمل تبديل إضافي يعني ممكن يبقى عندك تبديل سادس في الإكسترا تايم في الوقت الإضافي بغض النظر عاما إذا كان الفريق استنفذ العدد الأقصى ولا لا يعني سواء استنفذت أو ما استنفذتش انت لك لسه إكسترا تعديل وتبديل في الوقت الإضافي على فكرة لو في ظروف جوية قاسية أثناء المباراة وفي فترات راحة ممكن الحاكم يدي فترة راحة أثناء المباراة لو في ظروف جوية منعت أن المباراة تستكمل ونفس الأمر طبعا لو في حالة طرقة خاصة يعني بالأمور الطبية طيب نكمل كمان في القواعد لأننا عندنا كمان كلام مهم جدا الجزائي المتعلقة بالعقوبات هي ثمان مباراة ست مباراة ست مباراة على ثلاث أدوار دور ربع نهائي دور نصف نهائي والمباراة النهائية لو لعب خد انذار مثلا ماتشل قاله سمبا في لعب خد انذار في لقاء الزهاب وخد انذار في لقاء الاياب مش هيلعب لو فرقيته كذبت وتأهلت يعني مش هيلعب المباراة التالية اللي هي في السيمي فاينال يعني إذا ترقى لعب أو مسؤول انذارين في مباراة مختلفة خلال فترة البطولة سيتم إيقاف اللاعب عن المشاركة في مباراة فريقه اللاحقة وإذا تم طرد اللاعب أو المسؤول نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة سيتم إيقافه تلقائي من مباراة فريقه اللاحقة وقد يتم فرض عقوبات إضافية من قبل لجنة الانضباط في حالة السلوك العنيف ولكن عشان يطلع قرار انضباطي لازم يطلع قرار انضباطي من لجنة الانضباط في الكاف لأن الكاف مسؤول عن ثلاث حاجات الحكام وتعينهم القرارات الانضباطية وكشف المنشطات طيب نكمل مع بعض خلاص احنا الكلام ده لو البطولة مستمرة اللاعب مش هيغيب أو مش هيلعب المباراة التالية طيب أي إيقاف نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة لا يمكن تطبيقه خلال النسخة الحالية سيتم بالتالي ترحيل النسخة الجاية يعني العيب خد مثلا بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة بعد انذارين خد بطاقة حمراء وفرقته خرجت بس في القطة هتشارك النسخة الجاية اللاعب ده لو على زمة النادي أو في نادي تاني هيشارك في البطولة اللاعب ده مش هيشارك النسخة الجاية ده اللي يصده في فكرة انه هو في حال لا يمكن تطبيقها خلال النسخة الحالية طيب هل البطاقات دي سواء الصفراء الفردية أو الإيقافات المعلقة بتسري على دور الأبطال والكونفدرالية لا لا يمكن إرسال هذه البطاقات وتطبيقها في مصابقة الدور الإفريقي على دور الابطال والكونفدرية والعكس صحيح لو في ايقاف دور الابطال لا يسري على الدور الافريقي والعكس صحيح ولكن حالة واحدة فقط تسمح بدا لو في سلوك على سبيل المثال سلوك عنيف سلوك غير رياضي ساعتها لاجلة الاندباط في الكاف هي اللي عتقرر هل القرار ده يسري ولا ما يسريش هل يرحل للبطولات الافريقية لدور الابطال والكونفدرية ولا لا يسري وبالتالي دي كانت جزئية متعلقة كمان في مسألة السلوك المتعلق بالقواعد المتعلقة في الطرد والكلام ده